بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. آآ النهاردة هنتكلم عن رمز جديد هنفسره مع بعض. وهو رؤية ولادة البنت. هنعرف معناه بشكل عام. كمان هنعرف معناه لو شافت الرؤية دي آآ رجل او شافت رؤية دي امرأة سواء كانت عزباء او متزوجة او حامل. اول حاجة رؤية ولادة البنت في المنام آآ من الرمز اللي بتدل على كتوم خير. كمان آآ من الرمز اللي بتدل على سماع اخبار آآ سارة. كمان من الرمز اللي بتدل على زوال هموم صعبات مشاكل آآ بتغيير في حياة الرائي. كل طبعا الرمز دي لما تكون البنت اللي تولدت بنت جميلة. اما لو كانت قبيحة فا او فيها اي آآ عيب مثلا او نقص فالحقيقة الرمز ده آآ لا يحمد. اولا آآ رؤية ولادة البنت للعزباء. عما تشوف البنت العزباء ان هي ولدة آآ بنت جميلة آآ في المنام. اولا من الرموز اللي بتبشرها بالزواج. كمان آآ بتدل على انتقالها آآ لحياة جديدة او لفترة جديدة في حياتها وهتكون الفترة دي افضل. كل ما كانت البنت جميلة كل ما كان التغيير ده والحاجة اللي هتحصل دي احسن. كمان من الرموز اللي بتبشر بسعادة وبفرحة. كمان آآ لو شافت ان هي آآ في حضنها آآ بنت بتردها او هي مبسوطة بال بالحكاية دي. اولا بشرب بخير قادم ليها. كمان بنجاح في حياتها آآ بشكل عيني. كمان آآ لما تشوف الفتاة العزباء اني آآ انها بتلت آآ آآ بتالت بنت وي آآ يعني ولدتها بطريقة طبيعية. فآآ لو كانت هي بتعيني آآ من ازمات في حياتها وبالخاص لو ازمات مادية فبشارة ليها بفرج. وبشارة ليها بسعادات دي. وبحصلها على اموال ورزق. كمان اما تشوف الختابة ان هي ببتالة آآ بنت قبيحة شوية. او ان هي آآ مش قادرة بسلها او ان هي فيها نقصة وفيها عيب. آآ الحقيقة النموز دي كلها غير مستحبة اولا بتدل على آآ ارتجابها زنب من الزنوب او معصية. آآ كمان ممكن يكون في حياتها شخص الشخص ده شوية سيء. ممكن تكون هي مرتبطة آآ بشخص الشخص ده آآ سيء. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي آآ تالت بنت جميلة في المنام فمن الرموز المبشرة آآ آآ بسادات دينها وباموال هتحصل عليها او برزق. كمان زواء ليها او آآ لي زوجها. كمان لو شافت المرأة المتزوجة ان هي بتالت فتاة وكان حالة زوجها المادية شوية صعبة فبشرة ليها بسروة هتحصل عليها. كمان المرأة المتزوجة اللي بتسعى لحمل او ان هي متأخرة شوية في الحمل. وشافت ان هي بتالت آآ بنت فبشرة ليها بزرية وبحملة عن قريب. اما لو شافت المرأة المتزوجة ان هي آآ آآ بتالت فتاة او بتالت بنت ولكن البنت دي ميتة. برضو من الرموز اللي بتكون آآ غير مستحبة. اولا بتدل على خلافات ومشاكل بينها وبين آآ زوجها. كمان ممكن المشاكل دي تكون كبير قوي لتركة ان هي ممكن توصل خلافات آآ 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 لانفصال او لقدر الله لطلق. كمان لو شافت المرأة المتزوجة ان هي بتالت آآ آآ بسهولة من غير ما تحس بألم او بواجع الولادة. فدي من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية هي كانت منتظراها من فترة طبيلة. المرأة الحامل ما تشوف ان هي آآ بتطع آآ آآ بنت. فبشارة ليها بآآ مرورها بفترة الحمل ومرحلة. والولادة هتكون سهلة وميسرة. كمان آآ مش هتواجه اي مشاكل في فترة الحمل. كمان آآ من الرموز المبشرة ان هي آآ زي ما قلنا هتكون الولادة بداعتها سهلة وميسرة بدون تعب وبدون آآ معاناة. ولادة الفتاة آآ للرجل. لما يشوف ان آآ زوجته آآ بتهضع آآ مولود. او حتى لو كان الرجل غير متزوج. لو كان غير متزوج آآ فبشارة لي بالزواج. كمان لو كان آآ غير متزوج فبشارة لي بنجاح آآ عمل او بنجاح آآ مشروع هو آآ يعني بيحاول ان هو آآ يعمله. كمان آآ بشارة بخلاصه من مشاكل من عقبات آآ كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيقه آآ لأمنية. كمان من الرموز اللي بتدل على تفوقه في حياته آآ بشكل عام. كمان آآ بسواء القرب لي او هم او تعب او آآ مشاكل. لما يشوف الرأي بقى انه هو اللي بيلد. يعني ما يشوف الرجل انه هو اللي بيلد مش آآ زوجته. اولا آآ آآ دي من الرموز اللي شوية بتكون مش كويسة يعني مش مستحبة. اولا بتدل على هم وضيئة هيمر بيها الرجل. كمان آآ الرجل لما يشوف ان زوجته وضعت او آآ وضعت بنت يعني وكان هو بيسعى لفرصة عمل او لوزيفة فبشارة لي بوزيفة. كمان بشارة لي بترقية لو كان هو بالفعل آآ بيشتغل. ده كده باختصار رؤية ولادة البنت. ولادة البنت الجميلة آآ اللي ما فاش اي آآ عيب او آآ نقص. آآ فسرناها بشكل عام. كمان فسرناها للعزباء. للحامل للمتدوجة. وكمان للرجل. ان شاء الله آآ قريب جدا هيكون في جزء تاني لولادة البنت القبيحة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.